السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا مستمعي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم سوف يتركز حول ذكرى عشوراء هذه الذكرى التي تقع في شهر محرم وشهر محرم هو من أعظم الشهور السنة عظمه الله تعالى وشرفه من بين سائر الشهور بل إن الله تعالى أضاف شهر محرم لنفسه العلية فيقال محرم الحرام شهر الله وذلك تشريفا لهذا الشهر إشارة إلى أنه حرمه بنفسه وليس لأحد من خلق تحليله هذا الشهر المحرم منذ الجاهلية كانت العرب تعظمه وكانت تفق على أنهم لا يسفكون فيه الدماء ولا يقعون فيه في الحرم فسمي محرم الحرم وهذا الشهر محرم ضم فيه الله تعالى يوما عظيما من أيام الله وهو يوم عاشرة لهو اليوم العاشر هذا اليوم يوم كريم وقعت فيه أحداث كثير عبر التاريخ دائما قد يكون التاريخ البشري مبني على الصراع صراع بين الخير والشر صراع بين الظلم والعدل صراع بين الإيمان والكفر هذا هو تاريخ البشرية منذ أن كان يوم القيام إلى يوم القيامة منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة تاريخ البشرية يتميز بالصراع بين الخير والشر الكفر والإيمان العدل والظلم وغير ذلك فمن يتأمل اليوم العاشر من محرم غد القب أنه وقعت فيه أحداث كثيرة أهم حدث وهو مقتل سيدنا الحسين ابن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم في معركة كربل في أرض وقعت فيها دماء وسراع وتسمى كربون وبلاء ومن ثم أصبح فيه الشيعة يعظمون هذا اليوم ويعتبرونه يوم عزاء ويوم حزن ويعقيدون فيه المجالس للبكاء والنذب لكن مع ذلك قيل بأن هذا اليوم وقعت فيه أحداث أخرى منذ تاريخ البشرية يقال في بعض الأثار أن هذا اليوم هو الذي تاب فيه الله تعالى على آدم عليه السلام سيدنا آدم حينما ارتكب خطيئته وأكل من الشجرة المنهي عنها فغضب الله عليه وعلى زوجتي حواء ظل سيدنا آدم لفترة طويلة يبكي يستغفر ويتوب إلى ربه والله تعالى صد عنه إلى أن جاء يوم عشراء وآن ذاك ربنا عز وجل قبل توبة آدم فتاب عليه ومن ثم يقول العلماء الصالحون اللي بغي يهدد التوبة كين مناسبات وفرص ومن أعظم المناسبات يوم عشراء لهدفه الصيام في التاسع والعشر من أراد أن يجدد علاقته مع خالقه ويتوب إلى ربه قيل أيضا بأن هذا اليوم يوم عشراء وقع فيه حدث عظيم وهو أن الله تعالى أخرج نبيه يونس ابن متى من بطن الحوت فسيدنا يونس ارتكب خطيئة كما ارتكبها أبوه آدم عليه السلام سيدنا يونس ترك قومه الذين أمرهم الله تعالى بدعوتهم لكنه تقلق منهم أغضب وخلى القوم ليه له هاجر أمشى في حاله دون أن يأدن له الله تعالى فسافر في السفينة ومن تم ربنا عز وجل غضب عليه فألقي في البحر فالتقمه الحوت وظل سيدنا يونس في بطن الحوت بغي خرج كي استغفر ربنا ورب ما بغي يغفر له ظل يقول سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولكن ربنا عز وجل ظل صادا عنه ما بغي يغفر له حتى كانت الملائكة في السماء تقول يا ربنا هذا صوت عبد من الصالحين لأنا طالما نداك بالليل يا ربنا اغفر له وربي صاد عنه ما بغي يغفر له إلى أن جاء يوم عشرة أنداك ربنا عز وجل غفر لنبيه يونس وأخرجه من بطن الحوت فلولا أنه كان من المسبحين لا لابت في بطنه إلى يوم يبعتون فالعلماء قالوا بأن ذاك اليوم اللي تنج في سين يونس وافق يوم عشرة كتسم يوم المغفرة يوم الرحمة وقيل أيضا بأن في هذا اليوم عشرة رفع الله تعالى البلاء عن سيدنا أيوب عليه السلام سيدنا أيوب عليه السلام أيضا يقال بأن الله تعالى ابتله بلاءا شديدا عظيما لأن إبليس قال يا ربنا أيوب هذا يعبدك ويصلح في العمل لأنك أكرمته أعطته المال والجاه والأولاد الزوجة الصالحة فقال لي ابتله حتى أرى فابتل الله تعالى نبيه أيوب بعذاب أليم مات له الأولاد وضاعت له الأموال وأصيب بمرض خبيت عضال يقال سرطان من الدرجة الأولى فبقي سيدنا أيوب الحمد يلوك يطح له وكي يطلب مرة يطلب الله تعالى كي تقول لي يا أيوب أنت نبيه أدعو الله تعالى أن يرفع عنك العذاب لكن أيوب يقول لك لا ربي أراد أن يراني هكذا فالأبقى وبقاسي بن أيوب 17 سنة يعاني العذاب الأليم لقى هذا البلاء شديد هذا المرض اللي يوقع له حتى قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه البلاء وفق ذلك يوم عاشورة هو اليوم الذي قال في الله تعالى لسيدنا أيوب أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشرب فشرب من الماء واغتسل به وشاف الله أيوب ورفع عنه البلاء وجعله نعم العبد إنه أواب وفق ذلك يوم عاشورة أيضا يقال بأن هذا اليوم هو الذي رد الله فيه تعالى يوسف عليه السلام إلى أبيه يعقوب فسيدنا يعقوب النبي وقع له بلاء عظيم لما ضع منه فلدة كبده يوسف خضوا الإخوة ديالو وسرقوه وأرادوا أن يغتالوه وجاءوا بدب كذب وقالوا يا أبانا لقد أكله الذب وبقى سيدنا أيوب يبكي قيل حوالي خمسة وثلاثين سنة وسيدنا يعقوب يبكي ينتظر عودة يوسف يقول ليوسف رحمات لن يعود قال يوم لا أنا كان شعور بأنه سوف يعود سوف يرده الله إلي وظل سيدنا يعقوب يدعو الله بالليل والنهار ولم يفقد الأمل والنهار لغد رجع فيه يوسف عليه السلام من بلاد مصر وقد أصبح هو الوزير وزير المالي والاقتصاد والمستشار الخاص للملك في مصر رجع سيدنا يوسف معززا مكرم ففرح يعقوب ورد الله إليه بصره وغفر الله لإخوة يوسف وكان يوما سعيدا حينما سجد يعقوب وزوجته وإخوته وإخوة يوسف إلى يوسف سجدوا قال يا أبتي هذا التأويل الرؤياي ذك اليوم العظيم وفق يوم عشرة كما يرد في بعض الآثار أن فيه كتوقع الأحداث السعيدة والعظيمة والمباركة بل أيضا يروى بأن سيدنا نوح عليه السلام لما كان في السفينة وركب معه من ركب وبدأت تمشي في الأمواج كالجبال والناس اللي ركب مع سيدنا نوح اللي نجهم الله تعالى كان ذك اليوم ويوم عشرة نجى الله فيه نوحا وأنزله من السفينة واستوت على الجود وقيل بوعدا للقوم الظالمين توقفت السفينة ومن فهي من كان داخل السفينة نجع من الحيوانات والرجال والنساء والأطفال وكل من كان خارج السفينة وقع فوق الكوكب الأرضي كله غرق غرق كل البشرية لم يبق إلا من كان في سفينة نوح فقيل ذلك اليوم الذي رست فيه السفينة ونزل منها نوح ومن معه وفق يوم عشرة كذلك قيل بأن في هذا اليوم سوف ينقذ الله تعالى نبيه إبراهيم الخليل من النمرود النمرود ذلك الحاكم المستبد الظالم الذي كان يدعي أنه إله وسيدنا إبراهيم خالفه واستمسك بالعقيدة الصحيحة فأمر هذا الحاكم الظالم بأن يحرق إبراهيم الخليل صنعوا له المنجنيق ورموه في حفرة وأدرموا النيران وسيدنا إبراهيم غير تحرق ذكر اللحظة قال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فقيل بأن اليوم الذي نجى الله فيه إبراهيم الخليل من جبروت النمرود وفق يوم عاشورا بل قيل بأن في هذا اليوم غفر الله لنبيه داود لما ارتكبه من أخطاء وفيه أكرمه بأن وهب له سليمان وملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده كلام طويل في الآتار على التاريخ البشرية وقعت فيه أحداث كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا ويقال بأن دائما كان يوم عاشراء هو يوم الذي وقعت فيه أحداث عظيمة وفيه استجابة الدعاء النسل لهم على المدى بالشيعي يعتبرون هذا اليوم فيه مقتل سيدنا الحسين في معركة كربلاء لكي تاخدوه يوم حزن وعزاء لكن أهل السنة والجماعة يكتفون فقط بذكر أن هذا اليوم وقع فيه الحدث الكبير مع بني إسرائيل ففي هذا اليوم سوف ينجي الله تعالى سيدنا موسى من كيل فرعون لأن في هذا اليوم حينما هاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كانت الهجرة الهجرة في فتح محرم يالله اجلس عشر يام في المدينة والقبل أن اليهود جميعا يصومون يهود بني قينقاع ويهود بني النظير ويهود خيبر وغيرهم يصومون فسألهم لماذا تصومون هذا اليوم يا بني إسرائيل قالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه سيدنا موسى ومن معه من قومهم من بني إسرائيل نجاهم من الغرق وفيه غرق فرعون وهذا اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح وصامه موسى شكرا لله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم فأمر أصحابه بالصيام هنا نزل قول الله تعالى في كتابه العزيز وذكرهم بأيام الله وذكرهم بأيام الله لأن الله عز وجل عنده أيام خاصة فيها أحداث لابد أن نأخذ منها الدروس والعبر والعباط فسيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ يقص على قومه ما الذي حدث نزل عليه الوحي نزلت آيات في تلك اللحظة تؤخلد التأريخ للصراع بين الحق والباطل بين الإيمان والكفر بين العدل والظلم بين الخير والشر صراع الذي ميز فرعون مع سيدنا موسى عليه السلام حكى لهم سيدنا رسول الله بأن في تلك الفترة رجل حاكم أعطى الله تعالى عمر طويل عاش تلتمية سنة فرعون وطول لله العمر وعطاه الملك وعطاه القوة وعطاه السلطة وعطاه المال وعطاه التروى وعطاه الفهم والمعرفة وعمره ما مرض عمره ما قال أي عمره ما شعر بالتعب عمره ما شعر طبيب وعمره ما احتاج فهذا الظروف فرعون غاد يتفر عن غاد يقول أنا ربكم الأعلى لأنه عمره ما شعر بالضعف البشري عمره ما شعر بالفقر البشري أحيانا قد يكون المرض والفقر والابتلاء نعمة عظيمة الإنسان كيشعر بأنه عبد ضعيف فكيعرف مقام العبودية ويميزه عن مقام الألوهية فيستغيط بربه ويتدلل وينكسر لكن أحيانا الإنسان ملك يكون عنده المال والجاه والسلطة يقدر يجيه نوع من الكبرياء والخيلاء ويتعالى على الخلق هذا ما وقع على فرعون فبدك يقول لهم أنا رمشي بشر أنا رني سليل الآلهة قال لهم أنا إله السماء وسليل الأرباب وبدك يقول لهم شوفوا النعيم اللي عندي ما عندكمش أنا بحدي متميز أنا 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 يقول الله تعالى حينما تجبر فرعون فقال ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون شوفوا الملك اللي عندي ملك عظيم ديك ساكات مصر دولة عظيمة حلقنا الآن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بكل دولها هكذا كانت مصر أيام زمان فيها الفلاحة والزراعة ونهر نيل كان خصب والأموال طائلة والخيرات كثيرة فتعجر فرعون وتكبر ونادى في قومهم يا قوم أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون وأجبر الناس للسجود له والركوع له فظهر سيدنا موسى عليه السلام النبي ربنا عز وجل كل ما كتر الفساد في منطقة معينة أو في قوم بعت فيهم نبي أو رسول بعت سيدنا موسى عليه السلام لكي يخبرهم بتصحيح العقيدة وتصحيح المفاهيم وإعادة الأمور إلى نصابها لكن موسى كان فقير كان راعي الغنم واش ممكن راعي الغنم يقوم بمخاطبة سلطان عظيم كفرعون ويتكلم معهم امكنش هذا في مقام رفيع الغنى والتروة والسلطة وسيدنا موسى كان راعي الغنم وأكتر من هذا كان يتيم وأكتر من هذا كان لا يستطيع الكلام كان لكن اللسان لكن الله عز وجل يجعل سره في أضعف خلقه وما اتبع موسى إلا الضعفاء والفقراء والمساكين فكان فرعون يسخر منهم داروا مع جميع الوسائد للحوار ودل الإقناع ولكن فرعون لم يقتنع في الختام أراد موسى عليه السلام أن يهاجر يهاجر منطقة مصر ويدهب إلى منطقة أخرى لكي يجمع قومه من بني إسرائيل ليحافظوا على قواعد دينهم وإلا فإن فرعون كانت يقول لهم اللي بغي ياخد حقوق المواطنة في دولة مصر العظمى لابد أن يقدم القرابين للأهلها ويقدم الطوع لفرعون فقال لهم موسى عليه السلام أي مواطنة هذه في دولة كافرة مستبدة علينا أن نهاجر فهاجر سيدنا موسى مع قل قليل من بني إسرائيل فرعون بعد المستشارين قالوا لي يشوف راه الأنبياء كيخرجوا من ديار ديارهم ضعافة وكي يعودوا رجعوا لها أقوية إذا خلت موسى تفلت منك راه غادي يمشي البلدة أخرى وغايت قوة وغايدير أنصار وغايد يكون جيش عرم وغايد يرجع بشي هجمع لك أحسن طريقة ديرها الآن تبعوا هو القوم دياله وقم باغتيالهم جميعا فرعون اسمع الآراء ديال المستشارين ديالو وجمع جيش كبير وانطلق في غرور وكبر وأراد أن يصل إلى موسى سيدنا موسى غادم على الأصحاب ديالو هربانين وفرعون يتبعه مع جنوده فرصان كبار وجيوش أقوية إلى أن وجهه البحر تحبس سيدنا موسى تحبس مع البحر القوم ديالو اللي فيهم إيمان ضعيف قالوا يا موسى اتبعناك وإحنا يدب حصلنا إنا لمدركون إحنا وصلنا دب الآن إلى الحافة وهذه اللي خلال لنا هاو فرعون تبعنا وسيدنا موسى عليه السلام يقول لهم فين الإيمان ديالكم فين التضحية ديالكم خليكم اتبات على الموقف ونقسموا بني إسرائيل فيهم إيمان قوي بقوا تيقين بسيدنا موسى والفئة العارضة بدوك يتجدل معه يقولوا إحنا اللي حماق وأغبياء اتبعناك آدب البحر أمامنا وفرعون من خلفنا وإنا لمدركون وصافي غد يوقع لنا الهلك تم سيدنا موسى يقول لهم الله إن معي ربي سيهديم كانت يبغي يبت فيهم العقيدة ويبت فيهم المعية الربانية الله معنا الله يحمينا الله القوي يدافع عنا لكن المتدبدبين لم يؤمنوا بمثل هذه المبادئ فوقع الذي وقع معجزة عظيمة كبيرة سيدنا موسى سوف يحمل عصاه التي تنقلب إلى حيه فيوحي إليه الله تعالى بأن يضرب بتلك العصى البحر هل هذا يمكن هل يعقل عصى سيدنا موسى استعملها لرعي الغنم غيضرب بها البحر وغد يتفلق ممكنش لكن هذا هو الإيمان بالمعجزات للأنبياء والكرامات على الصالحين سيدنا موسى يضرب بالعصى ديالو فإذا بالبحر ينفلق ويتجي وحد الطريق معبدة ميسرة والأمواج بقت عن اليمين وعن الشمال واقفة جامدة حتى مر سيدنا موسى عليه السلام ومر معه قومه كلهم بسلام فلما وصلوا إلى الضفة الأخرى تبعهم فرعون وجنوده ربي عز وجل مهد لهم تمهيدا حتى وصل فرعون وجنوده إلى وسط البحر فأمر الله تعالى الأمواج فغارت عليهم فغرق فرعون ومن معه جميعا ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز الذي أنزله على قلب سيدنا محمد في مثل هذه الأيام من عشورا لكي يذكر قومه الصحابة بقصص الأنبياء والمرسلين قال الله عز وجل فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أنضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا تم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما أكثر هم بمؤمنين وما أكثر هم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم حدث عظيم وقع في ذلك الزمان وهي سنة لإهلك الظالمين لأن ربنا عز وجل در قاعدة قاعدة كونية أن أي واحد كانك يظلم وكانك يستبد ما تفرحش لي مسكين هذا لا يفهم لو كان يفهم حقيقة سنة من الله تعالى لا علم بأن نهايته ستكون دائما إلى البوار وهذا هو حقيقة للبشرية جمعا وهذا حدث متكرر يقول ربنا عز وجل وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين لك يعرف الحقيقة هولدت تاريخ تاريخ البشرية شحال دي الأقوام وشحال دي الزعماء وشحال دي العظماء وشحال دي الأحداث سبحانك يا جليل ويبقى الله عز وجل متفردا في جلاله فرعون قال الله تعالى اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فعلا فرعون رفضه البحر رفضه البحر هو اللي خرج فالقوم دياله قالوا سبحان الله قالوا بل قالوا سبحان فرعون قالوا جميع الجنود غارقوا إلا فرعون قدفه البحر بمعنى أنه إله فازدادوا في غيهم فصنعوا له تابوت ودالوا له الحنط وضل فرعون إلى يومنا هذا وغد يبقى إلى قيم الساعة فرعون غد يبقى دائما موجود اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية النسبة الآن في سياح كيمشوا المصر وكيزروا الأهرامات وكيشفوا فرعون كيلقوا بأن الله تعالى خلى الجد تدياله ظاهرة لأن أي وحد كيزيش دم دم قصير إما كيسرق إما كيفسد إما كيشرب الخمر وإما كيقتل هذه كلها جرائم عظيمة ولكن جريمة فرعون أعظم لأنه ادعى الألوهية خلى الله عز وجل هكذا مكفر حتى لوحد النهار وقع لي وحد تآكل من جهة الجنجمة فابغوا الناس المصريين في قطع سياحة يحاول ما أمكن يدركوه فالقوا بأن العلاج غير متوفر عندهم في مصر خاصوا من يمشيوا الفرنسا فعلا في أيام فرنس وماترون غادي هزو فرعون في طائرة خاصة وديمشي معه موكب وديوصلوا إلى إلى فرنسا إلى باريز إلى مدينة الجن والملائكة وفي مطار باريز سوف يستقبله الرئيس الفرنسي فرنسوان ماترون وتشكيل من الحرس الجمهوري وسوف يضربون الجوقة الوطنية الفرنسية وأيضا الجوقة الوطنية المصرية وجابوا فرعو فوق تابوت وفوق السجاد الأحمر لأنه سلطان هذه مرسيم وتقوس ديبلوماسية قاموا في حضرة وحضور رؤساء الدول وزعمائها وفرعون كان ملكا عظيما فأراد الله عز وجل أن يقع هذا الحدث رام صور في الأنترنت اللي بغي شوفه بشل عالم كل يعود يعرف المصير دي الفرعون أشهد عندنا أيها الأحبة الكرام أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما رجع ذهب إلى المدينة المنورة وسأل بني إسرائيل لماذا تصموا هنا هذا اليوم قالوا فيه نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق وأغرق فرعون وجنوده فقال لهم نحن أحق بكم من موسى وأمر بصيام ذلك اليوم بعض العلماء يقول لك هذا فيه معنى التضامن ديال النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيه موسى ومشاركته له في الفرحة والشكر لله تعالى على هذه النجاة تضامن جميل وحد الإنسان بعيد عني ولكن إنسان فاضل ودر وحد العمل جيد أتضامن معه فلسفة التضامن فلسفة أنني أنصر الحق أينما كان هكذا فعل النبي الكريم وليت اليهود الآن يقدرون هذا الصنيع كيف أن نبي الله محمد تضامن مع أخيه نبي الله موسى فالأنبياء كلهم إخوة المفروض أن يكونونك تضامن بين أهل الديانات السماوية على الحق وعلى الرحمة لأن سبن رسول الله وقف مع المظلوم ضد الظالم ووسى المستضعفين ممن نجى من بطش فرعون والنبي الكريم صام ذلك اليوم كان عاشراء فصامه وقال من صام عاشراء فإنه أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله قال يوم لسم عاشراء غريغفر لي الله تعالى السنة التي قبله قال يوم صوم يوم عرفة يكفر سنتين الماضية والباقية وصوم يوم عاشراء يكفر السنة الماضية فسيدنا محمد قال لا بد أن نخالف اليهود لأنهم خالفوا دين نبيهم وشريعة ربهم فقال لهم لو بقيت من قابل لأصومن تسعى لو بقيت من قابل لأصومن تسعى لكن النبي الكريم السنة التي بعدها كانت حجة الوداع فالتحق بالرفيق الأعلى فلم يتيسر له أن يصوم التاسع والعاشر فنحن مطالبين أيها الأحبة الكرام إحياء لهذه السنة النبوية الشريفة أننا نحتفل بعشراء بالصيام أعظم احتفال يكون بالصيام وصيام إن شاء الله غد يكون غدا أو بعد غد غد السبت غد يكون كتسمة يوم تاسع والحد يوم العاشر فاللي بغي ياخد الأجر والتواب ويغفر له الله تعالى السنة الماضية كلها ما عليه إلا أن يصوم التاسع والعاشر لمقدر على الأقل يحافظ على العاشر لأنه المقصود بذاته فربنا عز وجل يعلم أننا نحن بني آدم خطائين ورحمته اقتضت أن يتيح لنا مكفرات لكي يمحو لنا الآتار للخطايا والسيئات فهذه النعمة أعطى لنا ربنا عز وجل والصيام من أعظم المكفرات لأن فيه ترك الشهوات ومجاهدة النفس وتضييق مجال الشيطان الذي يجري من أدم مجرى الدم فعلينا أننا نسعى إلى الصيام التاسع والعاشر السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله